في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني تعهداتي الرامي إلى بناء عشرة ألاف وحدة سكنية في عموم ولايات الوطن جاءت زيارة المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر رفقة والتقاند لمشروع داري الذي انتهت لشغال في مرحلته الأولى بعد بناء أربعين وحدة سكنية بينما من المنتظر أن تنتهي لشغال في مرحلته الثانية البالغت هنتين وخمسين واحدة خلال الأشهر القليلة القادمة نجينا اليوم لتجاج عاصمة ولايات تقاند بزيارة تفاقدية لورشات برنامج داري التي تنجز بطار تعهدات السيد الرئيس الجمهورية والتي تقضي بإنجاز عشرة ألاف وحدة سكنية هون منها في المرحلة الأولى 92 40 في المرحلة و52 مرحلة ثانية ولكن شي منها فاتفة الحمد لله نص عاد وعد لذين قالوا الاستيلام الفني وبالتالي عاد وافي والأخر في المرحلة كذلك متقدمة هذا المشروع تعرفوا عنه بالغ الأهمية بالنسبة للوروج المواطنين للسكن اللايق على كافة التراب الوطني ويدخل كذلك في إطار الورشات العامة داخل البلاد بعشرة عواصم بلدية فاتت بدأ فيها وحدات منها في مراحل متقدمة ما يقارب ألفين وحدة سكنية إذن هذا الإنجاز كيف ترعوا فيه هون بالنسبة للتجججة عندنا حكما وافين من نسبة النص اللي أقول منه ولا شكا عنه ذا اللي ظاهر فيه الآن عنه وعدل بالصيفة اللي يعدل بها وبالتالي لتعهد من التعهدات السيد الرئيس الجمهورية اللي نجزة التأذر من دبيا العامة لتضام الوطني ومكابحة الإقصاء هون في تجججة في تقانت كيف إنجاز هلوم في الاستراب الوطني المندوب العام للتضامن الوطني ومكابحة الإقصاء التأذر رفقة والتقانت تجول داخل هذه الوحدات السكنية التي أصبحت جاهزة للتسليم قبل أن يقوم بجولة داخل الوحدات الأخرى قيد الإنشاء حيث تحدث المندوب العام مع القائمين على إنشاء هذه الوحدات مشددا على ضروات الالتزام بالوقت المحدد للتسليم مع مراعات الجودة والإتقان عبدالله يوليسلم الموريتانية مدينة تجججة كما أدى المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء التأذر السيد محمد علي والسيد محمد رفقة والي أدران سيد عبدالله المحمد محمود مساء أبس زيارة لبلدية العين الصفرة للوقوف على تقدم الأشغال في المحطة الكهربائية التي يتم إنجازها من طرف المندوبية وبهذه المناسبة أكد المندوب العام للتضامن الوطني ضرورة احترام الآجة للمحددة لانتهاء الأشغال مع مراعاة المواصفات والمعايير الفنية المطلوبة وتبلغ طاقة هذه المحطة 36 كيلو فلت من الطاقة الشمسية و40 كيلو فلت من الطاقة الحرارية وهو ما يغطي حاجة السكان من الكهرباء بدوره ثمن عمدة بلدية العين الصفرة سيد دوم للعالم هذا المسروع مؤكد